الفصل الخامس الأيام الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من قصة أسامة بن زيد إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب هذا العمل ضمن حملة علم ينتفع به صدقة تنكارية على روح والدي العزيز أستاذ محمد نجيب صبر إهلال نسألكم ادعاء له بالمغفرة وعلوه والمنزلة الفصل الخامس الأيام الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ أحداث الفصل بما حدث بعد فتح مكة وانتصار المسلمين على هوازن وثقيف والقبائل التي ناصرت هوازن وثقيف حصل بأن الروم خشوا لقاء المسلمين في تابوك وبعد هزيمتهم في تابوك ارتدوا إلى بلادهم وتحطصنوا بها بسبب خوفهم من المسلمين بالإضافة إلى أن كثير من العرب دخلوا في دين الله أفواجا النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في غزو الروم في مجموعة من الخواطر ألحت على ذهن الرسول عليه الصلاة والسلام وشغلت تفكيره كان من ضمنها أنه محتاج يأمن حدود الدولة بالإضافة لأنه منسيش مقتل قادة مؤتة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة بالإضافة لأنه منسيش دور خالد بن الوليد اللي استطاع بعب قرية الحربية بأنه يرجع بالجيش بأقل خسائر ممكنة بالإضافة لأنه منسيش بأنه راح بنفسه يحارب الروم وأصابهم الفزع في لقاءه وفروا إلى بدهم لكنه ما ألحقش بهم الهزيمة التي كان يتمنها والنتيجة لهذه الخواطر قرر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يستعد لغزو الروم الجديد في هذه المرة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أول مرة يعلن بصراحة عن المكان الذي سيتجه إليه الجيش طيب إيه اللي اعتاد الرسول عليه الصلاة والسلام في الغزوات السابقة اعتاد الرسول عليه الصلاة والسلام في الغزوات السابقة بأنه يخفي أمر الاتجاه التي سيتجه إليه الجيش حتى لا تسبخ الأنباء لأعداؤه فيتمكنوا من الاستعداد لحضوره إيه الأسباب اللي خلت رسول صلى الله عليه وسلم يغير طريق التفكير في الغزوة دي ويعلن المسلمين بإيه المكان اللي يروحوا صراحة السبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام حب أنه يبلغ كبار الأنصار وكبار المهاجرين بأنهم يخرجوا في هذه الغزوة علشان ينزلوا في الروم أقصى هزيمة تغطي كل ما حدث للمسلمين في مؤتة وبالتالي استجاب عدد كبير من المسلمين لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والإنداء الرسول صلى الله عليه وسلم وعلنوا استعدادهم للخروج لحرب الروم القائد الصغير الرسول عليه الصلاة والسلام اختار أسامة بن زيد لقيادة الجيش التي سيتجه إلى الروم خرج أسامة بعد ما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام باختياره لقيادة الجيش وهو في سرور سب سرور بأنه كان يعني ما سرور بما أطفاه رسول صلى الله عليه وسلم عليهم من ثقة وما أسبغه عليهم من تقدير بأنه جعلوا أميرا للجيش وكان أسامة لم يتعدى العشرين من عمره في ذلك الوقت توقع أسامة إيه ضد فعل الصحابة تجاه تعيين أسامة كقائد للجيش وإيه الأثر هذا النبأ على القلوب المسلمين ونفوس المسلمين ولكن في اليوم التالي مرض رسول صلى الله عليه وسلم وأحس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء الصلاة بصداع وارتفاع لدرجة حرارة ولكن المرض لم يكن من شدة بحسب أنه يلزمه في فراشه النبي يعقد اللواء لأسامة أسدع الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة للمرة الثانية في المرة دي يتعقد له اللواء بأديه الشريفتين أي أعطاه العلم الذي سيقاتل به وهو علم أقل من الراية وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اغزوا باسم الله في سبيل الله فقاتل من كثر بالله أسامة ناول للراية من النبي صلى الله عليه وسلم وعينه تشعاني ببريق الغبطة تمتلئان بالسرور وملامح وجهه تنطق هي أيضا بالسرور ثم رفع الراية إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي وخرج ليعسكر بالجرف وهو مكان يبعد عن المدينة حوالي ثلاث أميال المسلمين بدأوا يتوافدوا على الجرف ليعسكروا فيه وكان من بعض المشاركين في هذه الغزوة أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب أبو عبيد بن الجراح سعد بن أبي وقاص وكبار المهاجرين والأنصار أثناء تجمع المسلمين بالجرف اشتدت الحمى على رسول صلى الله عليه وسلم وكان في بيت ميمونة فاستأذن نساءه في أن يجري تمريضه في بيت عائشة أذن له نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ينتقل إلى بيت عائشة ليطبب هناك فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يعصب رأسه ويتوكأ على علي بن أبي طالب غضي الله عنه وعلى عمه العباس وهو في أشد حالات العياء وبينما هو كذلك نمى العلم هنا صلى الله عليه وسلم أن بعض المسلمين متذمرين من تعيين أسامة قائدا للجيش الذي يضم أجلاء الصحابة من المهاجرين والأنصار خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهو مريض الرسول عليه الصلاة والسلام خشي بأن يستغل للمنافقين تذمر بعض المسلمين من قيادة أسامة ابن زيد لهذا الجيش ويحاولوه إلى فتنة بين صفوف المسلمين فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يطلب من أهله أن يسكبوا عليه سبع قرب ملئن من آبار مختلفة أول ما أحضرت القرب لرسول عليه الصلاة والسلام أقعد الرسول صلى الله عليه وسلم في تسطن الحفصة وتم صب عليه الماء حتى يتبرد جسمه وخفت درجة حرارته فقال لهم حسبكم حسبكم أي يكفي ثم عصب رسول صلى الله عليه وسلم رأسه وخرج للمسجد وغطب في المسلمين أيها الناس أنفذوا بعث أسامة فلعمري لإن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله وإنه لخليق للإمارة وإن كان أبوه لخليقا لها وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته إلى أن الله خيره بين الدنيا والآخرة وبين ما عند الله فاختار ما عند الله وهنا بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أشد البكاء وهذا كان بسبب أنه أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى الدار الآخرة في نهاية خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنصار إذ قال يا معشر المهاجرين استوصوا بالأنصار خيرا فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم ألقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة في يوم السبت ثم عاد إلى بيت عائشة في يوم الأحد اشتد مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وتنقل الناس الأنباء عن مرض الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سمع بها أسامة ومن معه من المسلمين في الجرف فتركوا المعسكر وحضروا إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم دخل أسامة عليه فوجده لا يتكلم وهنا انحن أسامة حتى قبله الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جعل يرفع يديه إلى السماء ويضعها على أسامة علامة على الدعاء له عاد أسامة إلى الجرفة وعاد معه المسلمون وليس بينه من يفكر في أن شمس النبوة ستؤذن بالمغيب صحوة الموت في يوم الاثنين ظهرت على الرسول عليه الصلاة والسلام حالة طيبة من الصحة فلا هو كان بيشتكي من الصداع ولا من درجة الحرارة حينها بالنسبة لمسلمين اتمؤنوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تعدى مرحلة الخطر وبأن مرحلة الخطر من المرض قد انتهت النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرحلة الشفاء وعند الضحى حضر إليه أسامة بن زيد رضي الله عنه وجد إليه أمرات الصحة بادية على وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتحرك بالجيش لغزو الروم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغزو على بركة الله كان هذا آخر لقاء ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام وما بين أسامة وكانت هذه آخر كلمات يسمعها أسامة من ثم الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق أسامة للجرف بيعلن بدء التحرك لحدود الشام المسلمين بدأوا بأنهم يستعدوا للرحيل وبينها هم يستعدون للرحيل وقبل أن تمر بضعة ساعات فوق أسامة بأن زوجته تقبل عليه في الجرف أسامة حسس ساعتها بأن في أمر خطير قد حدث تلاحق الدقات قلبه لكنه لم يستطع أن يخمن إيه هو سبب حضورها بالضبط فكر أسامة في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه تركه من ساعات وقد تخطى مرحلة الخطر طيب إيه اللي ممكن يكون حصل بينما هو في هذه الحالة بدرته زوجها بقوله إن المرض قد اشتد بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن حياته في خطر حياته في خطر كان لهذه الكلمات أثر كبير على مسامع أسامة فكاد تتمزق منها نفسه وكاد يفقد قواه ويسقط على الأرض ولكنه نظر لزوجته للحظات وظل شارد الزهن يحس بأن الدنيا كلها أقفلت الأبواب في وجهه يحاول أنه بيتكلم ولكن تذوب الكلمات على شفته إذا أراد أن يبكي تتجمد الدموع على عينيه وتتحدر إلى نفسه لادعة كالجمر في نبرة خافتة حزينة أعلن أسامة في الجيش بأن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في خطر فزع المسلمون لهذا الخبر وتركوا المعذكر وعادوا مسرعين إلى المدينة ولكن بمجرد وصولهم لبيت عائشة رضي الله عنها كانت شمس النبوة قد آذنت بالمغيب وفي نفس وقته كان الرسول صلى الله عليه وسلم رحه في طريقها إلى حيث يرقد النبيين في أعلى عليين سمع أسامة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فركز اللواء على باب بيته ودخل يلقي عليه نظرة الوداع فالحزن الذي يتملكه في هذه الساعة يعجز عن وصفه وكأن عينيه أطفأتا وكأن كبده قد تمزق ولو أن جسده ألقي في فرن مشتعل بالنار الملتهبة كل ذلك لم يكن ليعادل لحظة حزن مما تجري في عروقه وتملأ كيانا كان أسامة جزء من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما كان والده زيد بن حارثة جزء من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أسامة إلا بأنه يشترك في غصر الرسول صلى الله عليه وسلم فوقف هو ومولى النبي يصبان الماء على جثمانه الطاهر صلى الله عليه وسلم ويشيعانه بنظرات كلها أسى وحزن والتيع نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ يصر موسيقى